دلوقتي أتسيب حضراتكم مع موجز الأهم وآخر الأنباء موجز التساعة صباحا بتوقيت القاهرة مع زملتنا هالا الحملاوي تفضلي هالا شكرا محمد التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجزوا الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة طلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في الضغط من أجل الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في غزة ومنع تصعيد العمليات العسكرية في رفاحة الفلسطينية جاء ذلك خلال استقباله وفد مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب الجمهوري أوجست فلوغر حيث جدد الرئيس السيسي رفض مصر التام لأية مساع تهدف لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وأوضح متحدث الرئاسة أن الجانبين توافقا خلال اللقاء على خطورة تساعد دائرة الصراع في المنطقة بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين مؤكدين أن حل الدولتين هو الضامن والسبيل لاستعادة وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على أنحاء متفرقة بقطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن القصف استهدف منازل بمدينة رفح جنوب قطاع غزة وكذلك النصيرات ودير البلح وسط القطاع ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات معظمهم من النساء والأطفال أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي بدأ الاستعدادات لشن عملية في رفح في حال انهيار المفاوضات وأوضحت القناة الاثنى عشر الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي بدأ خطوات لعزل مدينة رفح وإجلاء المدنيين مشيرة إلى أن نتنياهو أمر بشراء أربعين ألف خيمة من الصين لنصبها في غزة تمهيدا للعملية البرية في رفح خلال لقائه وفدا من أعضاء الكونجرس الأمريكي قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو إن هناك أماكن كثيرة بشمال قطاع غزة يمكن للمدنيين الذهاب إليها خلال قيام الجيش بعملية عسكرية في رفح وزعم نتنياهو أن جيش الاحتلال سيضمن توفير الماء والغذاء والدواء للمدنيين الذين سينتقلون من رفح وأضاف نتنياهو أن العمليات القتالية تشكل عامل ضغط سيؤدي إلى إطلاق سراح المحتجزين ووصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحامه لعدد من قرى وبلدات بالضفة الغربية المحتلة وسط اندلاع مواجهات عنيفة وأوضحت مصادر فلسطينية أن الاحتلال اقتحم بلدات بنابلس ورامالة وجنين والخليل وشن حملة مدهمات واعتقالات يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 453 فلسطينيا منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى هذا أصيب ثلاثة مستوطنين بجروح صباح اليوم بعملية إطلاق نار في الأغوار في الضفة الغربية تبادل حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية القصف العنيف على طول الحدود وأوضحت مصادر لبنانية أنه تم استهداف قاعدة ميرون العسكرية الإسرائيلية ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحة مضيفة أنه تم أيضا استهداف تمركزات لجنود الاحتلال بالجليل الأعلى داخل إسرائيل يأتي ذلك بعدما قصف موقعين تابعين لحزب الله في النقورة وطير حرفة بالجنوب اللبناني قال الجيش الأمريكي أنه دمر أربع طائرات مسيرة طويلة المدى أطلقته قوات الحوثي في اليمن وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الطائرات المسيرة كانت تستهدف سفينة حربية أمريكية في البحر الأحمر أنطرق إسرائيل لنزح استهدف工